السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما الاخوان سنبقى نحضروا على جديد لذكرة التفلوس التي تفتح شروطه دائما إذا كان شي جديد سنكون بطبيعة الحال من سباقين نشر الخبر وليس لجميع وليس لأي واحد مع عليكم الاخوان ستوجدوا روزكم تعرفوا على الناس الذين سيدفعوا لكم بطبيعة الحال تضعوا نقطة على الحروف بشحال وكذا وهذه باسبور يكون موجود كل شي يكون واجد للاخوان لكي تفتح الدكرة التفلوسي ستكونوا من اللولي الذي سيدفع لكم بطبيعة الحال ونظروا على الموضوع بطبيعة الحال كيف سيدخل حقا شكين بعض الناس ويسألوا عندي صيلة مع البطبيعة كنت واصل مع البطبيعة وقال لي كيف سيدخل بطبيعة الحالة الصغيرة دعوا البطبيعة لديهم الشركات لديهم محاميين ومحاسبين المهم بطبيعة الحالة صغيرة يمكن أن يكونوا فلاحة أو لديهم ريسطورة مثلا أو لديهم فندق أو شيء يكون بصيلة على مغربي المغربي يسول ويسأل البطبيعة ممكن أن تدير طلب لذكره الفلوسي لأحد الأخ أو صديق أو لديهم من العائلة أو لديهم أو لديهم بطبيعة الحالة كيف سيدخل أو بطبيعة الحالة أو حسب الوضع ويسأل البطبيعة أو لديهم ويسأل كيف سيدخل ونضخل إلى الموقع ونسجل أو البنت أو اللذي أو الشخص من المغرب هذا موضوع آخر سوف نرى كيف ندخل موقع أرزائي الداخلية ونرى كيف يتم طلب وكيف تدخل مركة بولنو كتن بردو 16 أورو كيف يدفع الطلب وكيف تحتفظ به حتى يدفع القانون وكيف تقرار النقل السريع وكيف يمشي الطلب المهم هو الاخوان الذي جديد كيف ينبغي حاليا ومن مصادر موثوقها على الأخوان المهم اجنوكين بيانتي دوزي وخطة جديدة ديالو ملتنقوله الاخوان بيانتي دوزي اللي هو وزير الداخلية والخطة ديالو الخطة هي باش انه يتملص للتملص من المسئولية ولا من ايواء المهاجرين السريين اللي هما دخلوا حاليا اللي هما كينين هنا في ايطاليا يعني في لامبيدوزا كينين في في نواحي ديال باليرمو اللي داتهم فرنسا وايضا جرمانيا يعني المانيا قبلات 3000 مهاجر غير سري دخلتهم فاش نقوله الاخوان خطة بيانتي دوزي خطة وزير الداخلية يعني للتملص من ايواء المهاجرين السريين يعني باش يخرج من هاد الازمة هذي والتغلب عليها يحاول انه يدير خطات بحال دكريته فلوسي بحال ممكن واحتمال كبير تكون حتى صناتوري مع الدكريته فلوسي بيانتي دوزي الخطة ديالوجديدة هي اشنو هي غاديكون قطارح واحد الاجتماع نهار 25 نوفمبر نهار 25 في شهر 11 هاد الماجي هادا في بروكسل اجتماع مع وزارات الداخلية هو وزير الداخلية وهذا يكون اجتماع مع وزارات الداخلية طبيعا للدول الاوروبية في بروكسل نهار 25 في شهر 11 باش يقترح عليهم خاص ضروري يكون دكريته فلوسي اوروبي هاد يكون دكريته فلوسي اوروبيا الاخوان يعني هادا اقتراح وخطة بيانتي دوزي اللي غادي نهار 25 شهر 11 في بروكسل الاخوان باش يكون اوروبي مطابعة الهال هاد الدكريته فلوسي عوض ما يكون فقط غير في ايطاليا وغادي نشوف ان شاء الله واش غا تم موافق على هاد على هاد الدكريته فلوسي هذا قانون تدفقات عقود العمل اوروبا كاملة ولا غير ايطاليا بوحدة لان مطابعة الحال هناك كين شروط كين اتفاقيات ما بين الدول اتفاقيات على الهجرة مطابعة الحال على الاتفاقيات كتكون سياسية كتكون اقتصادية كيكون فيها ترحيل كيكون فيها الى غير ذلك يعني كتكون اتفاقيات ما بين الدولة لكتفتح ذلك الfa lossي والدولة اللي Lay急 اقول هاد رؤى الجميع الدول اللي هات في القائمة ولا عندها اتفاقية انهم يستفدوا من لأنه لدينا جميع الأسماء تقريبا 30 أو 31 دولة عند اتفاقية مع إيطاليا وهالدول هذا لكي يستفيدون واحد الدكريت الفلوسي اللي هو أيروبي خاصهم أيضا تكون عندهم اتفاقية ما بين هذا الدول الأوروبية يعني الدول الأخرى بين جرمانيا بين ألمانيا بين فرنسا بين بروكسل اسبانيا بورتغال بلجيكا هولاندا تهمتنا الإخوة ضروري خاص يكون هناك اتفاقيات وكيكونوا شروط من طبيعة الحال الشروط اللي شفنا كتحددهم إيطاليا كيفاش غاد يكون القانون إمتى غاد يكون القانون غاد يكون نقص سريع يعني هاشنو خاص يتوفر في الباترون غاد يديروا بحث على العامل غير ذلك وكذلك الدول الأوروبية في حالة في حالة الإخوان وافقوا على هذا الدكريت الفلوسي اللي هو أيروبي هل سنضطلها المطابعة الحال الشروط وكنشوفوا دول أوروبية الإخوان هي كتطلب قوانين للدخول المهاجرين الدكريت الفلوسي ولكن يعني ذلك شي قليل نشوفوا غير غير... ماشي بحال إيطالية لقد تطلب كل سنة وقد تدخل كل شي وكما عندك ديبلوم تدخل في الفلاحة، تدخل في الريستورات، تدخل في فندق، تدخل في سائق، تدخل في بناي إما أو يعني أوروبا أو دول أخرى أوروبية، ضروري تحط شروط خاصتك شواهد، خاصتك ديبلومات، خاصتك تكون حالة خاصة، تكون عندك مؤهلات، تكون قارئ، عندك نيفو، عندك فهمتوني؟ ماشي بحل إيطاليا، وهما غادين يشوفوا وغادين يقرروا، المهم، أوروبا حالياً وافقت على الدكريتو فلوسي اللي غاد يكون هنا في إيطاليا، ولكن نهار 25 غاد نشوفوا واش دكريتو أوروبيو، ولا غاد يكون غير في إيطاليا بوحدة فقط وكيف ما قلنا، ثنين إن شاء الله غاد يكون اجتماع ما بين الوزارات هنا في إيطاليا على الدكريتو فلوسي، الشروط، البنود، الدول أن تحلي عندها اتفاقية مع إيطاليا باش أنهم يعني باش أنهم يدخلوا في الدكريتو فلوسي، يحدوا حصص، قطاعات أيضاً يعني أشمل قطاع لبني، الريستورات، الفلاحة، السياحة، الفنادق، السياقة إلى غير ذلك ونشوفوا القطاعات اللي غاد زاد، نشوفوا الحصص، ممكن أنهم يضاعفوا الحصص، لأن هناك جمعيات أيضاً كتقول بغينا حصص بزيادة عوض يعني تسعود وسبعين ألف السنة اللي فاتت هذه المرة هذه ممكن أنه يكون مئة وكتر، ولكن كيبقى يعني من طبيعة الحال المعارضة دائماً كتكون وكتقلص من دخول أهد العمل هذا، وكيقولوا راكين عمل هنا اللي هما أو كين يعني ناس هنا أشخاص اللي هما قلسين كيستافدوا من دخل المواطنة، ممكن أننا ندمجوهم في حق العمل، وندخ ونقلصوا حساس الدخول، مهمة الإخوان بالنسبة للدول اللي عندها اتفاقية مع إيطاليا، إيطاليا ما كنقوش أوروبا، إيطاليا فقط هما الدول اللي غاد نقول لكم دابا، الدول اللي عندها اتفاقية مع إيطاليا هما، تقريباً شي 30 إلى 31 غاد نشوفوا الإخوان، هما ألبانيا، جزائر، بنغلاديش، البوسنة والهيرسك، كوريا، يعني بطابة لها كوريا الجنوبية، ساحل العاج، مصر، سالفادور، إيطاليا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، كان هناك شخص يسمع اليابان ويقول كويلة اليابان تاما كي يهاجروا، كان فيهم تاما، لأن هما عندهم هذه الاتفاقية مع إيطاليا، وحطوا حتى اليابان حتى هي، واليامن لا يدفعوش بزيار، وإلا دفعوه ما غاد يستفيدوا، ما عندهم شما هذه الفكرة هذي كيف ما نقوله إحنا، تشعليش مزيان أنك تتابع المعلومات الجالية 24 واللشيقانات أخرى كتتظر مطابعة حال على عقود العمل، قد ديما تتبعو تشوف أشنو لأن اليابان ما عندهمش فكرة على النقص ثريع، تواحد ما كي وصلهم هذه المعلومات هذي ديال، تخلو الحصة أو القوطة تستفيد من الطلب ديالك، اليابان، واتيمالا، الهند، كوزوفو، مالي، مولدوفا، الجبل الأسود، نيجر، نيجيريا، باكستان، مقدونيا، سينيغال، سيربيا، سريلانكا، سودان، تونس، أوكرانيا، والمغرب طبعا الحال كتكون اتفاقيات كيفما قلنا، اقتصادية، سياسية، إنسانية، كل شيء كتين اتفاقيات، وغادين يزيدوا الإخوان لأنك خلص ترد بالك، وتشوف اللي يدفع لك، ويدفعك أن تلول بش السابق، لأنه غادين يزيدوا دول أخرى على وشك بشد تدخل هذه الاتفاقية هذي، وكين دول أخرى التي على وشك التوقيع على اتفاقيات التعاون على الهجرة، هذين يدخلوا دول أخرى، لهذا دخلت تلول قوطة الحسة تخرجت تلول، وما تبقاش تسنى حتي تفتح القانون عاد تدفع، ما تبقاش تسنى حتي تفتح القانون عاد تدفع، خصك مشي تدفع، السيل اللي غادي يدفع لك يعمر لك النموذج، بحل مثلا اليوم، ولا غدا، ولا غدا، غدا، غايت تفتح القانون، خصك، بهذا رائع الفاعة، ولا المحاسب، ولا أين يدخل مكتب الخدمات حين يدخل طالبك، خاصه يعمر لك النموذج للموذج B أو C، ويوجده ويتجع عنده، غدا يدفع القانون يدفع لك، يدخل النقر سريع، إذا لا تتسنى حتى يتفتح القانون وتدفع لك، يعني ما غاديش بقى الوقت. رأى اللي يدخل هذه الحسة اللي مطلوبة اللي طالبها العمل اللي يدفعك الباترون. رأى هو يدخل. وانتا غادي تقدسنا وغادي عطيك الروسي ديالك وصحيح كل شيء صحيح. اسمحوا لي. ودافعوا كل شيء ولكن انت ما دخلتش الحسة. شوف شي حد يدفعك من دابع. عطي فوتو كوبية ديال باسبورت. فاهم ما اقولي هكو يا. تفتح القانون انا اللي اول. رأى هو يوجد لك باترونه. طبيب الحراء عارف. يوجد لك الدوزي ديالك. يوجد لك المعلومات ديالك. يوجد لك كل شيء. ويوجد الموديل. غدا يعمره. غدا يتفتح القانون. غدا يرسله مع تسعودية الصباح. ويكون دايجة شارية تنبر هذا. قد يدخل في المعلومات. اليوم تنشري التنبر. اليوم قام عمر الموديل وكل شيء. ندخل نوامر القيم في دكتنبر نحتافظ بالطالب لا تفتح القانون نرسل طالب ملولين ويستفد العامل ونستطيع ان شاء الله على المهاجرين الحرقة الذين يدخلوا لأنه يحتاج إيطاليين وما الذي يدخلوا هذا الحرقة والموضوع طويل للإخوان ودائما سوف نأخذ مواضيع الذكرية الفلوسية والجديد تلو ليا فروسك